ده النادي الاهلي وهو بيخسر خمسة اتنين من ساندونز في دور المجموعات 2023 وده النادي الاهلي وهو بيرفع كاس البطولة في نفس النسخة اللي خسر فيها من ساندونز وده النادي الاهلي وهو بيرفع كاس البطولة للمرة التانية على التوالي فريق استفازوا ساندونز فقرر ان يعاقب الجميع لدرجة انه من بعد الخسارة من ساندونز الم�심 الماضي الأهلي فاز بالبطولتين ومخسرش في أي مباراة وحقق رقم قياسي وسلسلة له هزيمة لمدة 22 مباراة متتالية تلك الخمسة في 2019 ستدفع ضريبتها ضريبة وراء ضريبة إلى يوم يبعثون فتعالى نرجع مع بعض كده البطولة الأخيرة اللي كانت كلها تفاصيل مصيرة جدا واللي شاهدت أهداف عالمية زي طبعا هدف وسام أبو علي بطولة بعض اللعيبة حققه فيها أرقام مميزة ومش بس مصطفى شبير يعني عندك مثلا حسين الشحات اللي انت مدائي منه عشان مستوى المتوضع في النهائي وتضيعه لفرص سهلة جدا إلا أنه بشكل عام في البطولة قدم مستوى جيد ويكفي أنه كان هدف الأهلي وهدف البطولة نفسها برصيد خمس أهداف كلهم أجمد من بعض وبطولة شاهدت كمان مبادئ الأهلي كما يجب أن يكون وشاهدت بعض الصحرة داخل الفريق في يوم 24-9-23 بيقابل النادي الأهلي فريق سان جورج في دور الـ 32 وبيكسب الأهلي بمجموعة المطشين 7-0 3-0 في الزهاب و4-0 في الإياب وانجوم الجولة كانوا حسين الشحات الرجل اللي يسجل هدفين وقفشة اللي برضو سجل هدفين منهم هدف من ضربة سابتة لعبها بشكل مميز جدا وخلى رونالدينيو من المعجبين بعدها الأهلي بيقع في مجموعة سهلة جدا بتضم ميديامة وشباب بلوزداد وينجا أفريكنز المباراة الأولى بنكسب ميديامة 3-0 سن الشحات وكهربا وصلاح محسن الرجل اللي بالمناسبة البطولة هتتحساب له بعدها بنتعادل ضد يانج أفريكنز واحد واحد وبعدها بنتعادل تاني بس تعادل سلبي ضد شباب بلوزداد الجولة اللي بعدها بقى بنقابل شباب بلوزداد تاني في مباراة الاياب ولكن في غياب واحد من أهم لاعب الأهلي وهو القائد محمد الشناوي بداعي الإصابة ومن هنا بتبدأ قصة مصطفى شبير كان عندنا أسد بدلنا بأسد برضو المستوى مميز أداء ثابت ومتزن وشخصية وتصديات عالمية بتنتهي المباراة بتعادل سلبي تاني للأهلي عشان يبقوا 3 تعادلات بشكل متتالي والأهلي يمارس هويته المفضلة بتقديم مستوى ما هواش الأفضل ليه في دور المجموعات آخر جولتين بقى الأهلي بيكسب مديامة بهدف حسين الشحات وبيكسب يانج أفريكانز برضو بهدف حسين الشحات عشان حتى الآن أفضل لعب الأهلي في البطولة بكل تأكيد يبقى حسين الشحات تعالا بقى نروح لربع النهائي الأهلي وسينبا مباراة الزهاب هناك وماتش صعب جدا وسينبا واحد من الفرق اللي بيعرف فعلا يلعب قدامنا بشكل كويس ومع ذلك بنعمل ماتش جيد وربنا بيكرمنا في أول 3 دقايق بهدف بمجهود كبير لأحمد نبيل كوكا الراجل بيبدأ الكرة من دايرة نص الملعب وبعدها بيتحرك بشكل مميز وبيتسحب كده لحد السكسيار ده وبيسجل هدف ريح الأهلي بشكل كبير جدا عشان تنتهي المباراة بالهدف ده وبتقلق كبير لكوكا ولمصطفى شبير الراجل اللي كان عالمي سواء في توقيتات خروجه للكرة العالية سواء كمان فردت فعله لأكتر من كرة داخل السكسيار ده ده غير كمان ان هو راجل كان بيهد الماتش في بعض الأوقات الصعبة أما بقى العودة في القاهرة الأهلي عمل ماتش كبير وقده مميز هدف عالمي لعمر السولية بأسست عالمي من أنتوني مودست بعدها هدف تاني من ضرب الجزاء سجلها كهرباء وحصل عليها حسين الشحات بمهارة كبيرة وتصاب إصابة قوية جدا وبنوصل هنا بقى لمرحلة مهمة جدا قبل النهائي فريق رخم وصعب خصوصا على ملعبه وهو فريق مزنبي لدرجة ان المباراة بدأت وانتهت وإحنا حرفيا معرفناش نشوفها مباراة نجمها الأول كان مصطفى شبير الراجل اللي عمل تصديات خيالية شوف ردة الفعل هنا المواجم حرفيا في قلب المرمى ومع ذلك شبير بيتقلق وهنا برضو نفس الكلام الراجل رايح انفراد صريح وشايت الكرة بوش رجله صاروخ ومع ذلك مصطفى شبير بمنتهى الإجادة وبطريقة حراس اليد بيتقلق وبيصد الكرة وبيحافظ على الكلين شيت وبيخرج الأهلي بتعادل سلبي وبيرجع على القاهرة الأهلي بيقدم واحدة من أفضل مباراة البطولة بيفتتح الأهلي التسجيل عن طريق محمد عبد المنعم برقصية كالعادة من عرضية لعلي معلول وبيروح عبد المنعم يحتفل احتفال من ريحة الحبايب أما بقى الهدف التاني هو أجمل وأحلى أهداف الأهلي في البطولة وقد يكون أفضل أهداف البطولة كلها هدف عالمي لوسام أبو علي ثم هدف ثالث للأسد أكرم توفيق بمجهود كبير جدا يحسد عليه عشان نوصل لنهائي دورة أبطال أفريقيا ضد التراجي مباراتين تقريبا أصعب ما فيهم وأخطر حاجة علينا كانت صوت عصام الشوائر ولكن وصلتم طلعوا فيكم لعيوب السبعة ولكن النهاية بلغتم هدف المونديال مع الكبار حققتكم أنتم التراجي بأرقامكم بتاريخكم عاشقتم التحدي ونجحتم بكل المقاييس المباراة الأولى نجمها الأول مصطفى شبير الراجل اللي صحيح يعني لم يختبر في كور كتير لكن كورة واحدة كانت كفيلة تخليه نجم المباراة زي ما انت شايف الراجل بيطلع الكورة حرفيا من على خط المرمى كورة لو كانت دخلت هدف كان زمان التراجي تقريبا هو الفيز بالبطولة لأنه كان هيعل عليك نفسيا وأداءه كان هيختلف لأن الفرصة دي كانت في أول دقايق المباراة النهائية الأولى لكن بخلاف الفرصة دي المباراة كانت مقفولة تماما والفرقتين متحفظين ومش عايزين يخسروا وتنتهي المباراة بنتيجة مرضية للفرقتين ويمكن أسوأ ما فيها كان صابت علي معلول عشان نيجي لمباراة العودة آخر مباريات البطولة الأهل بيقدم أفضل مباراة ليه في البطولة من أول لحظة ووضح أن اللعيبة متحمسة بشكل كبير على سبيل المثال إمام عشور الراجل نازل باين علي نويها يعني أكرم كان فعلا هو رجل المباراة وعمل مجود كبير جدا وكان بيلعب بقوة كبيرة لكن إمام عشور بالنسبة للأهلي كان هو أهم مفتاح الفوز والقوة الهجومية الكبيرة 22 أحد أهم المفاتيح في الفريق القاهري إمام عشور وفي أول خمس دقايق الأهلي حرفيا بينهي المباراة بهدف ذاتي لأهوله من عرضية حسين الشحات عشان يتوج الأهلي بالهدف ده ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الاثناشر في تاريخه أما بقى أفضل وأسوأ لعب في البطولة فأنا هرشح لك ثلاثة وهستنج أنت تختار في التعليقات اسمه واحد رقم واحد في الأسوأ هو بيرسي تاو الراجل اللي فعلا مستوى متراجع براجم حبنا ليه والاقتناع الكبير بأنه لعب كبير لكنه على حتى مستوى الأرقام لما تيجي تقرن بالموسم الماضي هتلاقيه أقل بشكل رهيب يعني الموسم الماضي بيرسي تاو مساهم بعشر أهداف وفايز بأفضل لعب في أفريقيا الموسم الحالي بقى عارف مساهم بكم هدف بهدف وحيد سجله يعني تاو رقميا مقدم الموسم الحالي عشرة في المية فقط من مستوى الموسم اللي فات وده شيء مش لقيله أجابة رقم اتنين هو محمد هاني الراجل اللي بالرغم من أنه أكتر لعب مشاركة بألف مية وسبعين دقيقة لكنه قدم خلال البطولة كلها أسست كان لكهربا أما بقى رقم تلاتة هو طاهر محمد طاهر الراجل اللي ما كانش ليه أي دور خلال البطولة وحتى يعني الاحتفال ما عملوش بالشكل اللي كان بيعمله قبل كده أما بقى بالنسبة لأفضل لاعب في الأهلي خلال البطولة فخلينا أقولك أنه بما يرد الله وبعد ما رجعت البطولة مرة واتنين وتلاتة فهو حسين الشحات الراجل اللي صحيح قدم مستوى سيء ومتواضع في النهائي وضيع فرص سهلة جدا لكنه بشكل عام مسجل خمس أهداف وهداف البطولة بالإضافة كمان لحصوله على ضرب الجزاء وأخيرا هدف النهائي كان من تنفيذه للركنية بشكل مميز جدا أما بقى رقم اتنين وده ترتيب عشوائي وانت اللي هترتب هو إمام عشور الراجل اللي بيقدم مستوى عالمي مع النادي الأهلي وحرفيا ساحر وبيعمل مراغات ومفتاح للفوز والأهلي معتمد عليه بشكل رئيسي في الناحية الهجومية رقم ثلاثة هو مصطفى شوبير الراجل اللي عمل تصديات مميزة جدا وكان متقلق خلال البطولة وحقق أرقام كتيرة للتاريخ أكيد أنت حفزتها كواس جدا دول كده كانوا أفضل وأسوأ تلاتة في رأيي ومن غير ترتيب هستنى أنك أنت بقى ترتب وتختار اسم واحد وتكتبهولي في التعليقات ألف مليون مبروك الفوز ببطولة أفريقيا ما تنساش تعمل لايك تعمل سبسكرايب على اليوتيوب وتفعل الجرس وهشوفك